السلام عليكم ثالث وصلنا إلى درس القمر لنقرأ هذه القصة معا سمع أحمد قاضي القضاء يعلن أن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك وذلك لثبوت رؤية الهلال وفي اليوم التالي صعد أحمد إلى سطح المنزل عند غروب الشمس ونظر غربا فرأى القمر هلالا صغيرا قريبا من الأفق وبعد اسموعين رآه بدلا فسأل أباه لماذا تغير شكل القمر يا أبي إذن أول إشياء ثالث في عندي أحمد صعد إلى سطح المنزل ولاحظ تغير في شكل القمر فأول إشياء مسرعه هلالا وبعد اسموعين رآه بدلا لنقرأ هذه التجربة ولكي نجيب على سؤال أحمد لماذا يتغير شكل القمر أحتاج إلى كرة ومصباح ضوئي مكتبي الخطوات أقف أمام المصباح كما في الصورة يمثل المصباح الشمس وتمثل كرة القمر أما رأسي فيمثل الأرض المصباح يمثل عندي الشمس كما أخذنا سابقا أن الشمس نجم مضيء وشبهه يمثل عندي في المصباح لأن المصباح مضيء والكرة هذه القمر ورأسي الأرض أدور مكاني وأنا ممسك بالكرة وألاحظ تغيير إضاءة الكرة ميس أنا واقف مكاني يعني ما بحرك رأسي وبدور إيش في الكرة ونلاحظ تغيير إضاءة الكرة أرسم الجزء المضاع من الكرة في كل مرة ثم أقارن اسمتك بأشكال القمر التي نراها عادة في السماء وهي أول إشي يا ثالث بدنا نعرف أنه نتيجة دوران القمر حول الأرض يتغير عندي شكل القمر نتيجة دوران القمر حول الأرض يتغير عندي شكل ماذا؟ شكل القمر وأنه يا ثالث للقمر أربعة أشكال ونسميها في الأطوار القمر نسميها أطوار القمر وهي هلال تربيع وبدر هلال يا ثالث يظهر عندي يا ميس في أول الشهر هلال يظهر عندي في أول الشهر ونحن لما يمس بدنا نراقب شهر رمضان مش بالراقب لما يصير هلال نعرف أنه إحنا بأول الشهر وأنه حلول شهر رمضان المبارك وفي منتصف الشهر بيكون عندي بدرا يصبح عندي القمر بدرا وفي الربع الأول والأخير نسميه تربيع انظروا عندي أول الشهر يكون هلالا والربع الأول والربع الأخير تربيع تربيع يا ميس إيك بيكون شكله نلاحظ الفرق بين التربيع والهلال ومنتصف الشهر يكون بدرا أي دائرة مكتملة دائرة مكتملة ونسمي أشكال القمر هذه أطوار القمر ونسمي أشكال القمر أطوار القمر لنقرأ لنتعلم معا يدور القمر حول الأرض دورة كاملة كل شهر تقريبا إذن حول ماذا يدور القمر يدور القمر حول الأرض دورة كاملة كل شهر تقريبا ونحن نرى القمر بأشكال تسمى أطوار القمر ماذا نسمي أشكال القمر يا ثالث؟ نسميها أطوار القمر ولماذا تنشأ عندي هذه الأطوار؟ التي يجد دورانه حول الأرض وتغير شكل الجزء الذي نرى منه وتغير شكل الجزء الذي نراه منه ما أطوار القمر؟ إذن أطوار القمر الثلاثة يا ثالث الهلال وهو يظهر في أول الشهر والتربيع وهو يظهر في الربع الأول والأخير من الشهر والبدر الذي يظهر عندي في منتصف الشهر سؤال متى نرى القمر بدرا؟ حكينا أنه نرى القمر بدرا في منتصف الشهر ومتى نرى هلالا في أول الشهر ومتى نراه تربيعا في الربع الأول والأخير من الشهر إذن أطوار القمر الثلاثة الهلال والتربيع والبدر نرى الهلال في أول الشهر ونرى البدر في منتصف الشهر والتربيع نراه في الربع الأول والأخير من الشهر مطلوب منا واجب أرسم شكل القمر في الثماني رمضان في المربع الثاني أول الشهر هذا إيش الشكل يمثل لي حكيناه هلال أول الشهر إيش بيكون شكل القمر هلال لما يكون كامل شو بيكون بدر طب ثماني رمضان كيف رح يكون شكل القمر شو رح أسمي هذا الطور من أطوار القمر هذا يمثل مطلوب منكم واجب على الكتاب وصلنا إلى نهاية درس القمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته